تعطيكم العافية نكملين بالتأسيس حبايبي حكينا عن النعام الاسم وحكينا عن الاجكت في الصفة هس دورمين اشي مهم كثير اللي هو الفعل الفعل جدا بهمني في التأسيس ديروا بالكوها علي كثير شغل نحكي على الفعال الافعال بدون مطول عليكم مقسومة الى قسمين في عندي مين verbs افعال رئيسية فعل رئيسي وفي عندي ما يسمى بالهلپ يعني مساعد او اكزاليري اللي هم تسميه فعل مساعد في فعل رئيسي وفعل مساعد شو الفرق بناتهم غالبا الفعل الرئيسي حبايبي له معنى المساعد غالبا ما له معنى ليس له معنى هسنا نتعرف على الافعال المساعد والافعال الرئيسية طبعا الرئيسي كفعل كفعل شوفوا اي كلمة يا يا ها دائما بحكيها انا بحكيها لابنت صغيرة هي ما بتتميز الفعل صف رابع بقولها ببلش بيا يلعب يأكل يذهب ها يقرأ هذا هو فعل خلصنا شوفوا ايه هو معنى read swim eat go play تمام هذا بتسميه فعل رئيسي حينو الفعل المساعد شو هو اللي غالبا ما ايه هو معنى خلنا نتعرف على الفعل المساعد اول شي ها الفعل الرئيسي مشروع بصفحة ثانية هون حنحكي على افعال المساعدة حبايبي شوفوا كم مجموعة بالانجليزي عندي افعال المساعدة واحد اثنين ثلاث اربع مجموعات من الافعال المساعدة اربع مجموعات خلنشوف شو هم المجموعة الاولى اللي هم اولاد الدو عائلة الدو شو هم دو does did do does did طبعا هسا هنفصل هنحكي احنا شو بشتغل على هذول الفعل المساعدة المساعدة شو الهدف منهم ها رح افصل اكثر اذا عندي do does did هذول اولاد الدو نحفظهم يلا المجموعة الثانية بسموها افعال البي اولاد البي شو هم am is are was where وبين او بنت الفض بصير كمان مرة اولاد البي او مجموعة البي am is are عندي was عندي where وعندي البي تمام ممتاز المجموعة الثالثة اللي هم عيلة الهاذ اكيد عيلة الهاذ فيها هاذ او اختها هاذ وبنت عامها هاذ كلهم هاذ 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 هاي مجموعة الهاذ هاي مجموعة الهاذ اخر مجموعة من الافعال المساعدة عندي اللي هي المودلز مودلز سموه افعال ناقصة ها شو المودلز هاي هون will well would can could shall should may might must have to has to had to في كمان في كمان يعني غيرهم going to بس حطى تلك الاساسيات اكثر اشي بنشتغل عليهم هذول هذول كلهم بنسميهم مودلز شو بنسميهم مودلز احفظوا هذول الاسم وكلهم الاربعة افعال المساعدة ولاد الدو دو داز دد ها كلهم دو شايفينهم ايو دو داز دد ها ولاد الدو البين امزار واز وير وشو ظل عندي بين الهاب هاز هاب هاد محلاهم المودل well would can could shall should شو محلاهم هذول well would can could shall should may might must have to has to هذي كلها افعال مساعدة اسمها شو الهدف من الفعل المساعد باللغة الانجليزية تعالوا نقرأ هون تحت شو بقول لي ملاحظة حلوة الفعل المساعد قد يأتي مع الفعل الرئيسي الرئيسي زي go ها بحكي is مثلا is going هايجا مساعد وايجا رئيسي لقد قدام رح تعرفوا اكثر ابديش اخربطكم او لوحده ممكن يجي لحاله الفعل المساعد my name ايش بسيط دعطيكم my name is ايمن فيه از اخبرت اصبوه موجودة لحاله مام اصبوه 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 هاي المعلومة حطوها حلق الزام كدير وبالكوها بدي اعمل سؤال باستخدم فعل مساعد بدي اعمل نفي في الجملة شو هي نفي يعني استخدم نت اللي هي لأ لن لأ نفي رحت لأ ما رحتش دا استخدم نفي باستخدم فعل مساعد مثل تعالوا يلا نركب نفي بحكي دونت بحكي دازنت تشوف النفي وين بركب مع الفعل مساعد بحكي دا نت طبعا نختصرها كيف النفي احنا عبايبي هيك هاي اختصار يعني نفسها هاي نفسها نت بس مختصر فبقدر احكي مثلا بتصير عندي هيك شايفين كيف مختصر المهم النت مع مين بلازقه مع الفعل مساعد هون نفس القصة ام نت از نت ار نت واز نت وير نت البين بس ما بتاخد طبعا إلى حالة ثانية ما بتاخد هاز نت هزنت هذنت هدنت شايفين كيف ويل نت طبعا الويل نت كيف بيكتبوها مختصرة هيك اعرفوها وانت هي ويل نت ودنت هي مختصرة كانت هنستخدم اسود عشان نبين يلا كانت كودنت شايفين نت كيف تيجي مع الفعل مساعد شانت شو دنت ها ماي نت ماست نت هاف تو وهاستو طبعا تختلف ما منحط لها نت اشي ثاني نستخدم منهم بس ناشفوت بتعقيدات المهم الفكر انا بديه عشان انفي باستخدم فعل مساعد عشان اعمل نفي باستخدم فعل مساعد او عشان عمل سؤال بقول لك مثلا do you like chocolate مثلا شوف حطيت do اه كسؤال do you like chocolate هنتعرف عنوية الاسلة برضو لاحقا هذا الهدف الرئيسي من الفعل المساعد اوكي حبايبي زي ما اتفقنا انه الفعل المساعد اربع مجموعات والهدف من الفعل المساعد انه انا اعمل نفيه او شو اساوي او اكون سؤال طيب نروح الى الفعل الرئيسي نروح الى الفعل الرئيسي بعد ما خلصنا المساعد الميل الافعال الرئيسية ركزوا معي كثير بالافعال الرئيسية مهمة جدا برضو الافعال الرئيسية لها قسمين القسم الاول وهي القسم الثاني في عندي حبايبي زي ما شايفين الفعل الرئيسي في عندي ما يسمى regular verbs فعل يعني شو بسمه منتظم فعل منتظم ايش يعني هو الفعل الذي نضيف له اه هاي مكرر ما لاشي دي او اي دي لتحويله من التصريف الاول المضارع للتصريف الثاني الماضي او الثالث يعني تعالي نشوف امثلة تعرفوا قائمة التصريف هاي اللي بتواخذوها طول عمركم من الصف يمكن الثالث ولا الرابع من زمان وفي ناس مش حافظهم المهم هسه حاطيكم طريقة حلوة مشان نحفظهم 100% ان شاء الله في افعال باللغة الانجليزية لها تصريف اول وثاني وثالث صح ولا لا هذا التصريف الاول هم شو بسموه دايما بالانجليز يركزوا معاي مضارع التصريف الثاني شو بسموه ماضي هذا انسوا التصريف الثالث ممكن تسميه ماضي الماضي انسوا لي مضارع ماضي تصريف الثالث يعني فيرب 1 2 3 مشان نحول الفعل من فيرب 1 لفيرب 2 شو منضف له ED اي فعل بحوله من فيرب 1 لفيرب 2 باضافة ED بالتصريف الثالث برضو شو منضف له برضو منضف له ED ماشي عن نظام واحد منظم سيستم واحد عشان يتسموه فعل ايش فعل منتظم بدك تحوله لفيرب 2 شو تركب له ED بدك تحوله لفيرب 3 شو تركب له ED هاي الافعال بالانجليزي الاف الافعال باللغة الانجليزية اذا مش اكثر طبعا الاف الافعال تمام كيف ده ميز مش للحفظية بعدين حقولكم كيف هنميز مش هننعرف انه اضيف ED او لا فهو منتظم ماشي عن نظام واحد شايفين فكس هيا فكست ED وفيرب 3 عطول طبعا بضفت ED هون في 2 ضيف ED في 3 انفايت دغر ED بس طبعا هون لانه في E ما بكرر ال E مرة الثانية فبضيف D بس هو محسوب على شلة ال ED ضيفت ED في الثاني بضيفها برضو بين بضيفها برضو بالثالث فهو منتظم ماشي عن نظام واحد افدا بيخربطوش القسم الثاني من الافعال برضو انا عندي فيرب 1 و 2 و 3 بس هذا القسم حبابي منسميه فعل ايش irregular شايفين هذا regular حطينا هنا irregular غير منتظم وهو الذي يجب حفظ تصريفاته لتحويله من التصريف الاول فيرب 1 مضارع للتصريف الثاني فيرب 2 او للتصريف الثالث فيرب 3 طبعا الافعال غير منتظمة زي ما كاتب لكم اعدادها اقل بحيث ان حفظها يمكنك من تمييز الفعل المنتظم هي اقلية فعل غير منتظم اه فعل شاذ اقلية يعني تحكي احنا ممكن نحكي 95% من الافعال ED باللغة الانجليزية و5% لا مش ED كيف بدي اميز بحفظ الاقلية يعني خلني احكي هم كتوجيه انا بدي احكي اه يعني ما بوصلهم 100% كتوجيه ما بوصلهم 100% 94% تقريبا او 95% فعل هذا المطلوب مني باللغة الانجليزية اكتر شوي هم تمام احفظوهم لا تقول 90% كثير والله لو كل يوم احفظت انا ثلاث بلاقي حالي خلال فترة قصيرة حافظهم خلصهم كلهم لا بس انا هعطيكم طريقة كيف تحفظوهم هذول بشكل كتير حلو بتلاقي حالك بتلاقي حالك يمكن بعشر ايام خلصينهم اللي انا قعدت يمكن سنين وانا مش حافظهم على الفاضي لا فيه طريقة كتير حلوة مميزة هلا هنحكي عنها لانه لازم احفظهم هاي الافعال حبايبي لقدامنا نفوت في المادة في التوجيه بتهمني في تقريبا كل القواعد مش هتعرف تحل حالك مش هتعرف تحل قواعد حتلاقي حالك شوي هيك يعني واقف محلك ليه انا مش حافظ التصريف احفظ التصريف تلاقي الامور مالها ان شاء الله كتير كتير لطيفة كتير بسيطة تمام نحفظهم هسه نوقف عجرين الصح مش ابلش توجيه وانا لسه مش حافظ التصريف اهم اشي انا قاعد بشرح فيه اهم اشي شايفين بالتأسيس كله بتحفظ التصريف ابدا زي ما بيقولكم يلا طبعا هاي التصريف الفيرب وان تو ثي الافعال غير منطلمة بتعرف وممكن يجيني مثلا مجموعة كت 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 بتلاقي الثلاث افعال نفس الاشي هلا في طلاب بيقول استاذ طبعا هذا منتظم ماشي نظام واحد لا يا حبيب هادو انا اكمن واحد مش كلهم هيك تمام هذيك لأ المنتظم كله اي دي اي دي اي دي ابد نظام واحد هتلاقيوا افعال من الغير منتظم يطلعوا ميك شو صارت ميد ميد يعني غيرت الكيلة دي يعني الثاني والثالث نفسه في مجموعة زي هيك هتلاقي مجموعة كم 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 الاول والثالث نفسه بس الثاني مختلف كل مجموعة الى خصوصية عاملكوا يا مجموعات هيك صغيرة مرتبة عشان نحفظهم مية في المية ان شاء الله تمام اوكي يلا خنبلش نشوف هون كيف هنحفظ الافعال غير منتظمة اي فعل بيجي عشان اي فعل بيجيني خارج هاي الافعال اللي انا حافظها اذا بدي تصريفه الفيرب 2 بعرف انه اي دي بديه فيرب 3 عطول بعرف انه برضو اي دي بس لازم احفظ هذول نجح المجموعة الاولى العليمين ههو ده بلش عالليمين شوف هاي المجموعة كوست كوست كت 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 هت 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 هرت 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 لت 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 بوت 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 ريد 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 نفس الكتابة ولكن القراءة مختلفة شات 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 نفس التصريف اذا هذولا كله كله يعتم اول ثاني ثالث نفسه يلا هاي حفظناها واحنا قاعدين هيك بقاعدة بسيطة كوست كت هت هرت لت بوت ريد شت خلص بس اشوفهم ما بدي غير لا الثاني ولا الثالث هاي اول مجموعة يلا المجموعة الثانية شوف محلاها باي برين كاتش تيج ثينك طالو كيف بحول اوت 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 خنسميها مجموعة البسكوت يا حفادي مجموعة البسكوت او الو او البوت مجموعة الاوت بس هون مثلا لانه في اي بدل او حطيت خليتها اي تمام هون في اي برضو شو خليتها خليتها اي والباقي كله عادي يو يو اي عفوا او 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 كله او اوكي بس هي نفس التكمل شفين طبعا الجي اتش لا تلفظ بس لازم نكتبها اوت 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 هاي المجموعة الثاني والثالث نفسه مجموعة البسكوت خلصنا منها خلصنا يلا حفظوها السريع نيجي على المجموعة اللي وراها شوفوا محلاها طلعوا بيجن اي بيجن اي بيجن اي هنسميها مجموعة اي بيجن اي الو who love لا يا جبا اي 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 يو مجموعة ال-I-A-U لأنه هنا كل الأفعال بغير ال-I بتصير A وال-A بتصير U فيرب 1-2-3 بيجان 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 درنك 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 آي-A-U رنك رنك درنك آي-A-U سينك سينك سونك آي-A-U سوام 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 آي-A-U تقولولي هنحفظ بسرعة أكيد أنا متأكد كل يوم نحفظنا مجموعة بس بلاقي حالي عشرة أيام مخلصهم تقول لي سنة ولا سنتين تقول لي بشها لك عشرة أيام بكون مخلصهم بس بدي أعيد وزيد يعني كل يوم مثلا أخذت المجموعة الأولى ثاني يوم بحفظ مجموعة جديدة وبرجع للقديمة عشان ما أنساهم أهم شي التصريف ديروا باركم عشان أعرف أميز ال-I-D طيب نجعل مجموعة اللي جنبيها هاي لع اليمين طيب هاي برضو محلاها ركزوها الأحمر شو بعمل قاعد عندي هنا أو يا أما أه يا أما أو تفرقش صارت أيو طبع هي تلفظ درو بس نتحكي أيو مش أن نحفظها طب الثالث شو صارت بأي أو أو ما بتفرق إذن أو أيو أون أو أيو أون أو أيو يا أيو أو أيو أون تمام درو طبعا درو تلفظ درو درون شايفين الترتيب نو الكلا تلفظ نو نون بلو بلو بلون هي أو الكتاب بس أنا ما بلفظها أو بلفظها أو بلو نو هاي الوحيدة في عرف ال-Y بتصير برضو عادي هي الوحيدة بس طبعا نفس الشلة أوكي يا حبايبي يلا إن شاء الأمور بسيطة يلا نكمل المجموعة هاي طلوا محلاها يا سلام شو عندي هون D حرف إيش حرف D شو حولته T إذن هاي المجموعة DTT ما هو الثاني والثالث نفسه خلص حفظت الثاني نفس الثالث كمل DTT send sent spent spent belt belt bend bent lend lent B عفوا DT DT خلصت يلا اللي بعده هاي المجموعة الأول والثالث نفسه come came come ونتبهوا الأو شو صارت A become became become برضو الأو شو صارت A run 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 برضو اليو شو صارت A يعني كله بالنص شو صار عندي A O A رجعت O O A رجعت O بس هنا U A رجعت U أول والثالث نفسه حكي فاضي يا جماعة احفظ السرعة يلا يلا نكمل المجموعة البعديها شوف هاي محلاها شو عملت فيها burn burnt ضفت T طبعا تبهو الثاني والثالث نفسه خلص احفظت هاذ يعطيك العافية الثالث دغري smell smelt T deal dealt T dream dreamt keep kept sleep slept feel felt mean meant كل هاي الأفعال شو ضفت عليها غيرت شوين فيه اشي غيرت منه وضفت T ضفت T two three ونفسه شو ضفت حرف T ولا أسهل من هيك يلا نشوف هاي المجموعة اللي بعديها طلعوا محلاها get got got شوفوا هون شو عملت أنا الثاني والثالث برضو ايش نفسه the issue صارت O خلص يعني انتبهوا علي الثالث نسوه ها داشطب عليه احفظت two خلص كمل three نفسه get got مع انه انتبهوا هاي القات ممكن تكون في منها gotten يعني الفرق بينهم امريكا وبريطاني بعدين بتعرفوا التفاصيل بس خليكوا على got win one هاي i o يلا انسو تري نفسه o e hold held hear heard ضفت D make made الكه صارت D حرف واحد بغير وزي ما تشايفين الثالث نفسه lead lead شلت ال a meet met ناخدين كم حرف بغير حرف واحد feed fed شلت ال e set set i صارت a have عملتها d had stick stuck l i شو عملتها u غيات كم حرف حبابي زي ما تشايفين حرف واحد بس e o i o o e ضفت ال d k صارت d l e عملتها e شلت e خليت e واحدة هذو ثنتين نفس الاشي طبعا شلت e خليت e واحدة i a v e d i u الثالث نفسه شايفين البساطة يلا اعطينا كمان مجموعة استاذ ايمان يلا اروح اه شوفوا ما احنا هاي المجموعة هاي الفيرب ثري شو حطيت له e n نلاحظين e n ضفتها على فيرب two هكنا نكتب اذا هون الفيرب ثري شو يساوي فيرب تو زائد e n يلا break broke شو صارت broken تطلعوا شون ركبوا e n speak spoke حط e n spoken بس ما بكارل e steal stall stolen e n choose chose chosen e n تطلعوا كيف محلاها e n forget forgot forgotten e n wear war worn e n او n نفس الشي wake walk walking e n شو محلاها اذا هاي المجموعة بدي احوض الفيرب ثري بامسك الفيرب ثري وشو بركب عليه e n خلصت بامسك الفيرب ثو بركب عليه e n يا سلام نجعل مجموعة هاي يعني هاي شوية مختلفة اه بس متعتبر مهمة كتير ديروا بالكم ال b اللي ممكن تكون طبعا m او s او r بعملها was where الفيرب ثري bin او bin ماشي i see so seen do dead done go and gone يعني حطوا هذول مع بعض وهذول فوق مع بعض show showed shown يعني هذول خلنا نحكى عجانب ما يعني ما لهم اش طريقة نحطهم مع المجموعة الثانية بس برضو سهلين بس سرعة بتحفظوهم بس يعتبروا مهمين ديروا بالكم ها ماشي يلا قردنا نخلص المجموعة تعالوا نشوف هون شو ضال عندي ضال عندي هذول اخر مجموعتين يعني خليتهم هذول اللي هم اصعب اشي يعني ما في رابط كبير بناتهم بس اوكي برضو بقدر طالة هون find found found الثاني والثالث نفسه بس مش قاعد بغير حرف واحد زي في مجموعة قبل اخذناها حرف واحد لا عم بغير اكثر من حرف find found خلاص يفري نفسه leave left lose lost pay paid say said انتبه يعني نخد هذول مع بعض نفس التركيب تركيف pay paid الواي صارت اي دي say الواي صارت اي دي ماشي pay paid say said sell sold tell told برضو هذول نفس الشي ها مع بعض sell sold tell told انا ما بكمل الثالث لانو نفسه shine shown واخر ثنتين زي بعض طلوا عليهم stand stood ها هاي double o بدل a n understand طلوا افسروها نفسها هاي stand stand stood نفسها بس حطيت ال under معها معناها يفهم تمام اوكي نيجي اخر مجموعة bite bet button برضو انتبه هون شو عملت ضفت e n بس ضفت e n لعيش حبايبي للverb one اذا هون لما عملت verbi three جبت verbi one وركبت له e n لكن شفتوا المجموعة اللي قبل اللي اخذناه هون هاي هون جبت ال verbi two وركبت له e n verbi two مع e n هذيك لا فصلناها لحال جبت ال verbi one وركبت عليه e n bite bet button hide head hidden drive drove driven شايفين verbi one ride road ridden rise rose risen eat eat eaten verbi one e n fall fell fallen forgive forgive forgiven give give given shake shook shaken take took taken write wrote written اذا جبت ال verbi one وركبت عليه e n مشان اعمل verbi three هيك نتذكر يعني هدول خلنحكي من ازدخ المجموعات اللي بالاخر بس عادن زي ما اتفقنا الها آلية بدي اخصص لها او اخصص كل مجموعة يوم بس يوم بقود على يوم قد 10 دقائق ربع الساعة والله ما هو كتير وبتذكر شو الرابط بناتهم بحفظها والسلام عليكم باجي ثاني يوم بحفظ مجموعة جديدة وبرجي على القديمة اللي انا احفظها كل يوم زي هيك والله عشر تيام بتلاقي حالكم ايش انهم خلصينها اذا مش اقل بس انا بدي ازيد عشر تيام براحتكم يمشوا براحتكم هذا حكي كله مهم مشال لما تفوتوا على قواعد توجيه تكونوا واقفين صح لانا بالقواعد هتفوتوا على قواعد زخمة بدي فيرب 1 بدي فيرب 2 طب كيف بدي اميز هايو اعطي لكم التصريف انا احفظ هدول اي فعل بيجيني خارج هدول بعرف انه الفرب 2 او 3 منه ايش اضافة ed جيت مثلا قلت لكم حبايف يلا اليوم عندنا ريبير هاي فيرب 1 حاولوها فيرب 2 اه والله انا مش حافظها مش مع هدول ممتاز بتقول لي ايش اضاف لها ed الفرب 2 طب بدي فيرب 3 برضو شو بضاف لها ed تمام ركزوا كويس على الافعال اهم اشي بالتأسيس صدقا حبايبي هو الافعال الله يعطيكم العافظة